معنا من واشنطن مدير مركز الشرق للبحوث الدكتور سمير التقي ومعنا من رام الله الخبير في الشؤون الإسرائيلية سيد عصمة منصور أبدأ معك سيد عصمة يعني تحذير الجيش الإسرائيلي لسكان شمالي غزة بإخلائها في ظل تحذير الأمم المتحدة من ذلك ما الهدف من هذا التحذير؟ يعني هل هي عملية تهجير من قبل الجانب الإسرائيلي لسكان قطاع غزة؟ أم هو رغبة منهم في استهداف حماس؟ أم هناك أسباب أخرى؟ تحياتي لك ولضيفك والمتابعين واضح أن هذا الطلب هو جزء من مخطط إسرائيلي بمعنى هذه خطط كانت موضوعة على الرف وكانت تنتظر لحظة التي تتهيئ فيها الظروف من أجل تنفيذها ما يحدث هو أن إسرائيل تريد أن وعلى كل حال هذا تحدثت به تقارير عسكرية قبل أيام هذا أنه إخراج مليون فلسطيني من الكطاع إلى خارج حدود الكطاع مليون إلى مليون ومئة ألف فلسطيني نصف سكان الكطاع يخراجهم خارج الكطاع بدريعة أن هذا لتجنيبهم الحرب وأيضا لتحويل هذه المنطقة إلى ساحة مواجهة بين حركة حماس وإسرائيل هم على حساب السكان وعلى حساب المدنيين يريدون أن يقوموا بخوض قتال في ظروف بين كوسين وريحة أي أنهم وكي يجدون مساحة للقتال مع حماس وتجريدها من سلاحها يقومون بتفريغ كل المنطقة من سكانها ودفع بهم إلى خارج الكطاع هذا لا يمكن أن يكون خطوة مؤقتة أو خطوة تأتي كعمل يخدم الظروف التي فيها مصلحة السكان بل هذا يخدم بالأساس جيش الاحتلال ومخطط الاحتلال بتفريغ الكطاع وتوسيعه وربما توطين هؤلاء السكان خارج الكطاع عندما قصد قال الإنترياه أنه سيخلق واقع مختلف في الكطاع وعندما قال قال أنت لن يعود الكطاع كما كان هم لم يقصدوا أن يكونوا أنه لن يعود بدون حماس أو لن يعود بدون سلاح حماس ربما هذه الجزئية المتعلقة بالجانب العسكري والمتعلقة بحماس ولكن أيضا هم الكطاع يشكل مشكلة تاريخية لإسرائيل منذ الخمسينات وإسرائيل تحاول التغلب على هذه المشكلة جربت أن تدفع الناس إلى الهجرة وشجعت الهجرة وعترفت أن هذا فشل رغم أنها تعقدت مع دول في أمريكا ناتينية ودفعت لها ومع ذلك هذا لم ينجح أيضا رابين قال يتمنى أن يبتلع غزة البحر لدرجة النباتة يعني هذا الكطاع يشكل كابوس لهم الآن إخراج هذه الخطة إلى التنفيذ هو نكاس وترجمة لهذه الأفكار يريدون أن يجعلوا الكطاع أقل كثافة ويردون أن يجعلوا أكثر مساحة هو من جهة يمكن عندها أن يتحول هو المساحة التي يعيش فيها البلسطيني ويكمون فيها دولتهم ويكملون مشروعهم تجاه الضفة التي هي أيضا ستعاني من موجات ترحيل وتهجير لأنه نجاح تهجير سكان من مكان إلى مكان في منطقة وبكوة سلاح وأحداث تغيير بالكوة هذا سيعني انتقالوا إلى مكان آخر لأن العالم تقبل هذه الفكرة وواضح أن إسرائيل تستغل التعاطف الدولي الكبير وهذا الاحتضان من زعماء العالم ومن الإعلام على مستوى العالم تعاطفهم مع الذين قتلوا ومن الصور الصادمة التي شهدوها تستغل هذا التعاطف لتنفيذ هذا المخطط هي تفسر تعاطف العالم معها لأنه ضوء أخضر لها كي تمارس ما تريد وكي تقدم على ما يمكن أن يخدم استراتيجيا وعلى مدى بعيد مصالحها ولذلك هذا خطير جدا لا نعرف اليوم الدعوة التي وجهت إن كانت فعلا على ضوء أن الناس لم تستجيب لها والمتحدة نشط إسرائيل التراجع عنها ولكن لا نعرف في هذه الحالة هل سترتكب مجازر جماعية أم أنها استراجع عنها؟ أعتقد أن المجتمع الدولي برمته أمام تحان كبير هذا اليوم نعم في ظل الحديث عن المجتمع الدولي دكتور سمير التقي يعني دول الولايات المتحدة واضح خلال الفترة الماضية في دعم إسرائيل أو حتى في لهجتها في محاولة لوقف هذا التصعيد في ظل استمرار دعمها للجانب الإسرائيلي لكن ما أقصى ما يمكن أن يخرج به الجانب الفلسطيني اليوم في لقاء الرئيس محمود عباس مع وزير الخارجية أنتوني بلينكين أولا نتشرف بك وبقناتكم وبجمهوركم بالأستاذ عصمة وهو كاتب محترم جدا من حيث المبدأ أعتقد فلننطلق إلى الأمور العملية الغرب يدعم بشكل كامل خطوات إسرائيل الهدف الآن هو منع حصول ضحايا مدنيين بكميات كبيرة هذه هي المعادلة ولا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية بدأت تردد بشكل متواتر سواء الدفاع الأمريكي أو وزير الخارجية عن أنه يتوقع من إسرائيل أن تأخذ بعين الاعتبار قانون الدولي ولكن هذا لا يعني أي لجم للخطط العسكرية الإسرائيلية بأي شكل من الأشكال لذلك ينبغي أن نضع ذلك كأمر واقع ولا أتصور أن الأمم المتحدة تملك أي شيء من أجل مقاومة ذلك وباختصار أعتقد بأنه في حال ارتكبت إسرائيل العمليات سيئة وفظيعة في هذه المناطق فسوف ينشأ لدينا وضع جديد ربما يبدل الرأي العام الدولي ولكن بالمقابل ما تخطط له إسرائيل يسير في أحد اتجاهين باتجاه الأول هو خلق هو توسيع المنطقة العازلة الخالية من السكان داخل قطاع عزة أو الاحتمال الآخر الذي يجري بحثه أيضا هو العمل على محاور محددة بهدف تدمير مناطق محددة يعتقد بأن فيها الأنفاق وفيها القيادات ومراكز الإدارة الرئيسية لحماس رغم أنه برأيي أنا سنكتشر بأن حماس منتشر في كل قطاع وقضية تدمير تنظيمها سيتطلب الكثير لكن بلا شك أن الإسرائيليين يستعدون لكي يوفروا أقل يتكون بحاياهم أقل ما يمكن وبالتالي سيتجنبوا حرب الشوارع بأي سنة نعم بالعودة إلى سيد عصمت سيد عصمت خرج نتنياهو بالأمس وتحدث أمام الكنيسة وقال أننا متحدون لكن في ظل خبرتك في مجال الشؤون الإسرائيلية كيف تنظر إلى موقف يائر لابيد يعني يائر لابيد لم ينظم إلى حكومة الطوارئ ما هي دلالات عدم انضمام يائر لابيد ودلالاتها أيضا على الداخل الإسرائيلي يعني أولا نتنياهو بخطابه بالأمس كان المجتمع في إسرائيل يتوقع منه أن يتحمل مسئولية يعني يأخذ على عاطقه مسئولية هذا التقصير الكبير والفشل وسلسلة الأخطاء التي وقعت المجتمع في إسرائيل والسياسيين والأمنيين يعني سواء السابقين أو الحاليين يحملون نتنياهو وحكومته سبب هذا الفشل أولا سياس نتنياهو منذ تسلمه للحكم وكي يتهرب من تنفيذ اتفاقيات أوسلو ويتهرب من حل الدولتين والاستحقاقات السياسية قسم شجع الانكسام وغذى الانكسام هو عمليا كان يعني يطلقون عليه في إسرائيل أنه هو متحزيك يعني بمعنى باللغة الأمريكية يعني يقول أنه هو مهندس أو الذي يعمل صيانة دائمة لانكسام وقد سهل دخول أموال لحماس وسهل الكثير من الأمور وتوصل إلى تفاهمات على شكل يعني هدى ووقف اطلاق نار أبقى فيه على حكم حماس ليس هو الذي صنعه ولكن هو كان يستفيد منه وبالمقابل أضعف السلطة الفلسطينية وحاربها وحاصرها ماليا لأنه كان يعتبر أنه هي تحمل وتمثل مطلب حل الدولتين ووجهها للتفاوضية ولذلك هذا من حيث المبدأ وعلى المدى الطويل اعتمع عامل على ذلك بحيث يكون يعني كما ظار ظهر أن استطاعت حماس خلال فترة أن تجمع هذه الكوة التي فاجأت بها إسرائيل بهذا الشكل أيضا خلال السنة الأخيرة من حكمه وإتلافه المتطرف هذا التلاف محافظ دينيا متزمت قوميا ومنغالق ومنبوث دوليا شق المجتمع الإسرائيلي مزقوا بشكل كبير وأضعف الركاز التي قام عليها البرلمان والمحكمة العليا ومنظومة القضاء وأيضا هذا منعكس على الاقتصاد ومنعكس على الجيش والخدمة في الجيش وكل هذا جفع حماس إلى التجر هكذا على الأقل ينظر الأمر إسرائيليا وحتى في اللحظات الأخيرة كان هناك انذارات ولم تأخذ بالاعتبار وتم تجاهلها والنظر أنها مناورة لأن استطاعت حماس أن توهم إسرائيل أن وجهتها هي نحو التسهيلات ونحو زيادة مخصصات التي تتلكها من كطر ونحو زيادة عدد العمال وهذا دفع إلى الاسترخاء والأخيرة ربما أن شركائه في اليمين في الإتلاف كان يهمهم الضفة وكانوا يغذون الاستيطان في الضفة ويشجعون أعمال مستوطنين مضطرفة وبالتالي هذا قاد إلى توترات في الضفة وفي الكدس من خلال اكتحابات الأقصى أدت إلى انتشار 30 إلى أكثر من 30 كتيبة في الضفة وترك وإهمال الجبهة الجنوبية كل هذه الأخطاء السلسلة الأخطاء التي بدأت بسياسة نتنياهو وحكومته الأولى وانتهت بهذا المقال لم يتحمل فيها أي مسؤولية لم يذكر مسؤوليتها الشخصية لم يعد بأنه سيكون هناك سؤال حديث عن تحقيقاته بشكل عام لذلك هذا يعني عكس عدم مسؤولية من كبل نتنياهو وهذا يجعلنا نذهب إلى لماذا دخل جانس إلى الحكومة جانس بخلاف نتنياهو هو صاحب خبرة عسكرية طويلة ورجل يحظى بثيقة لدى الجمهور في الاستطلاعات يصل إلى 30 مقعد في الفترة الأخيرة وهو يتصرف برسمية ويضع مصلحة إسرائيل فوق مصالحه الحزبية وأثبت ذلك في فترة كورونا عندما دخل في حكومة مع نتنياهو وأيضا الآن عندما دخل في حكومة من أجل واجهة هذه المرحلة الحساسة وغانس بهذا الشيء إنما يجسر الهوى لأنه الذهاب إلى حرب بهذا الحجم بحكومة لا يوثق بها جماهيريا منبوذة جماهيريا وعلاقاتها الدولية سيئة ويعني لا تملك خبرة عسكرية يعني بنكفير وسموترشلوم يختموا في الجيش وكانوا بالعكس هدف لمنظومة الأمنية وملاحقين منها وينصبونها العداء لذلك كل هذا جعل خطابه بالأمس هزيل ويلقى الكثير من الرفض من كبل الإسرائيليين لذين كان يشترط أنه كي ندخل إلى مرحلة جديدة على مثلها أن يبدي جدية وأن يتخلى عن بنكفير وسموترشل الذين قادوا حكومته وابتزوها دائما من أجل تمزيك المجتمع الإسرائيلي لكن نيتنياهو لم يستجب هو يعتبر أنه أيضا كان يجب أن يكون ضمن التفاهمات أو التشكيل الحكومية أن يكون هناك حديث عن انتخابات ما بعد الحرب واستقالة من نيتنياهو لكن واضح من نيتنياهو حتى الآن لا زال يناور ولا زال تمسك بالحكم ويبدو أنه ما بعد هذه الحرب سيجد له ألف سبب كي لا يدفع الأمور لذهاب الانتخابات بسرعة ويدفع ثمن سياسي كبير بخسارته للانتخابات وعودته إلى المعارضة أو حتى خروجه من الحياة السياسية نعم دكتور سمير كيف برأيك تنظر الولايات المتحدة إلى أسباب هذا الصراع كي تتجنب يعني فيما هو قادم من سنوات ربما عودت هذا الصراع بين الجانبين هل تتفق مع سيد عصمت بأن بن يامي نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي هو سبب هذا الصراع القائم بين جانب حماس وبين إسرائيل يعني الحقيقة أتفق معه تماما في كل ما قاله وأضيف بأن ليس نتنياهو وحده بلا شك كما تفضل قامت إسرائيل بالذات ولدينا هناك وسائق موجودة وشهادات موجودة بتمويل حماس في مراحل معينة بهدف ضعف منظم التحريف فلسطينية السؤال الرئيسي الآن هو كيف يمكن أن تكون هذه الحرب طريقا لفتح عملية سلمية نتنياهو بالذات الذي كان يقول أنه ليس سمة مفاوض في رامالله وبالتالي قطع الطريق وهو فضل أن يتعامل من تحت الطاولة بشكل واسع مع حماس وهو يتحمل بالتالي المسؤولية وأنا في رأيي نتنياهو سياسيا انتهى وهل سينتهي برأسه بمعنى أنه سينتهي دون أن يحاكم أم أنه سيزب إلى المحاكمة الكثير سيتعلق بطريق التعافي المجتمع الإسرائيلي من هذه الصدمة ولكن النقطة الرئيسية الآن هي كما قلت أنا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هناك إدراك كبير بأن إيران يعني متورطة في التدريب وكما اليوم أشارت الصحف الأمريكية متورطة هناك ألف مقاتل ذهبوا للتدريب في إيران وأنشأوا نمازج في غزة للسلطنات الإسرائيلية هناك إذن رأي بأن إيران ربما لها مصلحة الآن بغض النظر عن كونها متورطة مباشرة في قرار الهجوم وشكله وطبيعته ولكن هناك رأي بأنها تريد أن تعيد المنطقة إلى مرحلة حرب الوجود وفي هذه الحالة تستعيد مبادرتها الستراتيجية في الإقليم على أساس مبدأ حرب الوجود وأن يتم عملياً أضعاف القوى التي فتحت طرق أو عملية سلام مع إسرائيل أو التي فاوضت وإضعاف بشكل أساسي في عندها سيكون الضحية الرئيسية هو هي السلطة الفلسطينية في رمالة ونعم لذلك هناك قضيتان هنا من جهة القضية هناك العديد من المتغيرات التي تحاول لاتمتحدة ضبطها هناك أولاً قضية الإنسانية المتعلقة بأن تخفض قدر الأمكان يتم تخفض قدر الأمكان الكلفة الإنسانية لهذه العملية العسكرية ثانياً هناك قضية أن لا تكون هذه الحرب طريقاً للمزيد لحالة مزمنة من الحروب والأزمات كما جرى بعد حرب 67 وسالساً في اعتقادي هي لجم إيران عن القيام بعملية يمكن أن تستعيد فيها مبادرتها الاستراتيجية نعم سيد عصمت دكتور سمير تحدث عن فتح مجال أو أفق سياسي لعملية سلام هل بمقدور هذه الحرب في ظل اللهجة التصعيدية من قبل الجانبين في ظل تداخل أطراف إقليمية فيها عديدة تواجد حزب الله، تواجد إيران عملية السلام التي تسعى الولايات المتحدة إليها بين الجانب السعودي والجانب الإسرائيلي كيف أو هل بمقدور هذه الحرب أن تفتح أي مجال لعملية سلام حتى في ظل تواجد سلطتين في غزة وسلطة في الضفة الغربية أولاً أعتقد أن بعد هذه الحرب لن يكون هناك سلطتين إسرائيل عازمة على إنهاء حكم حماس وحتى لو لم تلك أدوات لإنهاءه بشكل مباشر بعد هذه المواجهة وإذا فلن جردت حماس من سلاحها أو لن تجربها أعتقد أن واحدة القلاصات الكبرى ستكون في إسرائيل أن التعامل مع سلطة حماس وتسهيل الأبواب أمامها هذا أحد الاستنتاجات الكبرى التي ستكون أنها كانت خاطئة وأيضاً ربماً المجتمع الدولي والولايات المتحدة وحتى دول عربية ستكتشف أن هذه السياسة كانت خاطئة وأن تشجيع الانكسام الفلسطيني كان من الأول التي عقدت الصراع بدل أن تحلوها خدمة إسرائيل خدمتها على مدار سنوات طويلة هذا من حيث الاعتقاد بدي ما بعد يعني لا أحد يعلم كيف تنتهي الحروب نعرف كيف تبدأ ولكن في النهاية عوام الكثيرة تؤثر على نتائجها لكن فرصة حل الدولتين أو فرصة فتح أفك العبد السلام هذا أمر ممكن يعني إذا ربطت هذه الدول الآن التي تدعم إسرائيل بشكل غير مشروط كما قال بلينكين دعم غير مشروط وتعبر عن تعاطفها واحتضانها لها إذا لم تكرن هذا الأمر نحن نكف معكم في هذه الأزمة لا نقبل أن تباد إسرائيل أو أن تتعرض إلى هجوم من هذا النوع ومجازر بهذه الطريقة ولكن أيضا نريد بعد انتهاء من هذه الأزمة أن يكون هناك أفق بحيث نؤسس لحالة استقرار طويل المدى لأن الحلول الأمنية جرمت وإسرائيل جربتها وهي لا تجلب سوى المزيد من العنف والمزيد من التشدد والتزمت لدى كل الأطراف وتشعل حرائك لا تنتهي أنا أيضا إذا سمحت لي المجتمع الإسرائيلي لن يعود كما كان ما قبل هذه الحالة لا أحد ربما لم ندرس بعد الأثر النفسي لهذه العملية على الإسرائيليين كان الإسرائيل ينام في المستوطنة أو في الغلاف أو في التلبيب أو في كل مكان وهو واثق ومطمئن أن هناك جيش قوي يحميه أن هناك جدران ومنظومات تكنولوجية واستخبارات ذات سمعة عالمية تؤمن له الحماية وكان يشعر بالمطمئنان هذا الإطمئنان هزة من الأعماق تلقى ضربة كاضية الآن الإسرائيل لم يعد يثك لا في جيشه بأن يؤمن له الحماية بهذه الطريقة يعني جيشه كان موجود وكتل 1300 إسرائيلي في ليلة واحدة في يوم واحد وجرح آلاف وأسرة ربما 200 شخص وبالتالي هذا سيترك أثر نفسي ربما يكون هذا يعني شكل هذا الرد يتفعل إما باتجاه التطرف والذهاب نحو الفاشية وتنفيذ هذه المجازر أو أن الحل الحقيقي ليس بالجدران ولا بالدبابات ولا بالمنظومات الأمنية وغيرها بل من خلال أسلام إذا كان هناك من يعني يؤسس لمثل هذا الاستنتاج ويدعمه ويدفع باتجاهه وخاصة الولايات المتحدة أعتقد أنه هذا سيغير قناعات الرأي العام في إسرائيل خاصة إنه جرب حكم اليمين عندما حكمت لهذه الأول مرة في تاريخ إسرائيل تحكم حكومة يمينية خالصة حتى الحكومات اللي تنفيذ السابقة كان يدخل بها بيرس وباراك وأدخل الأبيض في فترة من الفترات كان يضع دائما جزء من الليبراليين واليساريين أو الوسط لكن هذه المرة جرب الإسرائيليين حكومة يمينية خالصة وشاهدوا أثر هذه الحكومة في كيف تتصرف في الميزانيات المتدينين وإعطاهم امتيازات كبيرة الآن كانوا يعني سيكررون إعفاءهم كامل من الخدمة في الجيش ربما هذه الأزمة ستظهر أهمية خدمتهم في الجيش وبالتالي يصعب هذا الأمر ولكن كان نتنياهو يتصرف وكأنهم يعني يوزع الدولة عليهم ويعيد صياغتها داخليا واجتماعيا بما يعني يتلاءم مع إدولوجيتهم ونظرتهم الدينية المغلقة والمحافظة وهذا ربما يجعلنا نعتقد أنه لن يكون هناك بعد الآن حكومة يمين خالصة ربما اليمين فشل هذا الفشل الكبير وتلقى هذه الضربة الموجعة كي لا يعود إلى الحكم مطلقا بعد الآن ربما تكون حكومات فيها يمينيين فيها متدينين ولكن حكومة بهذه الصفة أنا أعتقد سيكون أحد الاستخلاصات الداخلية لدى المجتمع في إسرائيل وهذا يشكل خطر فعلا عليه نعم دكتور سمير يعني كيف برأيك ستقيم الولايات المتحدة كيف ستتغير سياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط في ظل ما هو قائم الآن بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي وفي ظل لربما عودت ملف الشرق الأوسط إلى صدارة وأهمية الملفات لدى الولايات المتحدة سؤال جميل يعني من حيث المبدأ ينبغي أن ندرك بأن كل محاولات الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من عشرة رؤساء أمريكيين بمغادرة الشرق الأوسط تثبت فشلها بأسكال متعددة والآن تعود انتهت سياسة الابتعاد عن الشرق الأوسط وإدارة الظهر له وتركه يشتعل وتركه ملعبا لقوى أخرى كانت تقول ليست لنا اهتمامات بالأمن في هذه المناطق لدرجة أن حتى إسرائيل ذهبت لكي تتشارك بشكل عميق مع الصين وروسيا بعمليات استراتيجية أسارت غضب الأوساط الأمنية الأمريكية الآن الوضع في رأيي أنا مختلف تماما أمريكا ستستعيد مبادرتها والدليل أيضا أنا كتبت عدة مقالات في جريدة النهار حول قضية أن الآن تنتقل الولايات المتحدة الأمريكية لتشمل الشرق الأوسط في سلسلة تحالفات بين عدد من الدول في موضوع طريق التوابل وفي رأيي في هذا السياق يتضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستدعم بشكل مباشر تشكيل بنية استراتيجية تضمن مستوى معيم الاستقرار في المنطقة لأن حتى أوروبا الآن وحتى الهند وبحر الصين تجد لها أهمية كبيرة في الدور في شرق الأوسط في هذا المجال في رأيي أنا الولايات المتحدة لا بد أن تنتقل للعمل على مبادرة ما بعد أن تهدى الأحوال وكما تفضل الأستاذ عصمت بأن القضية في الحروب تدخل إلى الحرب ولكن لا تعرف كيف استخرج ولكن مبدئيا التوجه العام هو أن تأتي وتتضافر كل هذه العوامل لكي تؤدي إلى خنق القوى المتطرفة حتى في إسرائيل والتوجه لإيجاد أرضية ما تدريجية ستأخذ زمنا طويلا من أجل أولا استعادة السلطة الفلسطينية لدورها ثانيا أن إيجاد طريقة لضمان مشاركة ودعم أكبر من الدولتين الكبيرتين في رأيي أنا المملكة العربية السعودية ومصر في عمل عملية السلام وضمان أن لا تنحرف في اتجاهات كما فعل المتطرفون الإسرائيليون حين بدأوا حين دعموا المتطرفين بين الفلسطينيين بهدف إبقاء اللهاب يعني مشتعل ولذلك في اعتقادي أن الولايات المتحدة ستبزي اليهود وتحضر منذ الآن ولكن الأهم أن لا تنتهي الحرب بطريقة يصبح من المستحيل التفكير فيها بأي شكل من أشكال البحث عن السلام وتأفز العملية سنوات سنوات ولا شك أن هناك عدد من القوى الدولية والإقليمية بما فيه وعلى رأسها إيران لها مصلحة في إبقاء هذه المنطقة قيد المشتعل نعم أعود إلى ضيفي من رام الله سيد عصمت سيد عصمت يعني الحديث كثرة من قبلك أنت ومن قبل حتى دكتور سمير عن الانقسام المتواجد في إسرائيل الحكومة اليمينية تواجد الليبراليين يائير لابيد لكن هل هناك انقسام داخلي في حماس بين الجناح المتواجد في داخل غزة والجناح المغترب دعنا نقول خصوصا أن ظهر في لقاء على الإيكونومست أبو مرزوق القيادة في حماس تحدث عن عدم علم قيادات حماس في الخارج بهذا الهجوم وأحاديث عن أن منذ استلام يحيى الصنوار للقيادة في غزة بدأ هناك صراع قائم بين المتواجدين في الداخل الفلسطيني في غزة وبين من هم مغتربون في الخارج أنا أؤمن أن الجغرافيا والمكان الذي تتواجد به ينعكس على طريقة تفكيرك أو يؤثر يعني أنه يكون يعكس بشكل مباشر يؤثر على رؤيتك للأمور وأيضا ملاحظة هامشية ربما يعني كيادة حماس هي الكيادة الوحيدة التي كرت أن تخرج كياداتها خارج الوطن بالعادة الكيادات تسعى للعودة الوطن حماس يعني بدأت في السنوات الأخيرة ومن خلال علاقتها مع تركيا وكطر تخرج كل كياداتها هناك صف كبير من الكيادة الآن يعيش في كطر وفي تركيا وفي لبنان وفي الخارج وما بقي أسوأ يعني قليلين من هذه الكيادة وأيضا أنا أصدق أبو مرزوك ليس لأني أؤمن يعني بأنه دائما يقول الحقيقة لكن عملية بهذا النوع تحتاج إلى تكتم شديد وربما أحد النظريات التي يعني تدار الآن في تفسير ما حدث أنه ليست يعني ما قامت به حماس عملية تضليل هذه واحدة من النظريات يعني بمعنى أنه خلال سنوات فعلا كان توجه حماس حماس الرسمية والمكتب السياسي الذهاب ويتشجيع من كطر طبعا الذهاب تشجيع الحياة الاستقرار والدعم الاقتصادي والبحث عن عمل وتوسيع مناطق الصيد يعني تحويلها لمقابل الاستقرار حكم حماس في غزة والحفاظ عليه ومقايا لكن تحت هذا الطيار كان هناك طيار العسكري والذين يعني يكودون الجناح العسكري والذين خططوا ربما بشكل صامت ودون إطلاع على التفاصيل كثيرة شكرا شكرا لأني أود الانتقال إلى مراسلنا من القدس أشكر ضيفي من رامالله الخبير في الشؤون الإسرائيلية عصمة منصور ومن واشنطن مدير مركز الشرق للبحوث الدكتور سمير التقي شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة